أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إنشاء لجنة مستقلة مكلفة لتقييم حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروى والرد على الاتهامات التي استهدفت عدد من موظفها وأوضح بانون أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مركز أبحاث هي معهد راول وولنبرغ في السويد ومعهد ميكلسون في النرويج والمعهد الدينمركي لحقوق الإنسان هذا وتتهم إسرائيل الأنوروى بأنها مخترقة بالكامل من قبل حماس وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف في قطاع غزة ضالعون في الهجوم الذي شنتوا الحركة في السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر